بروتوكول رسمي وقع بين الجانب العراقي واللبناني من شأنه تسهيل عملية معادلة الشهادات بعد مشهد الاعتداء على الطلب العراقيين نتابع المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في بيروت معاهب عياد بعد مشهد الطوابير لعشارات طلاب العراقيين في وزارة التربية اللبنانية وانتشار مقطع فيديو أظهر التدافع بينهم وبين عنصر من قوى الأمن سرعان ما حط وفد من وزارة التعليم العالي العراقية في بيروت حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتم الاتفاق على إعداد بروتوكول رسميا يوقع من قبل الطرفين من شأنه تسهيل عملية معادلة الشهادات تصبح معها المراجعة مباشرة بين الطالب والجامعة على أن يعلن عنه في اليومين المقبلين ونقلنا إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي حرص وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الرعاية العراقيين في كافة الدول نقلنا لهم حرص وزارة الخارجية أيضا على متابعة شؤون رعاياها وحقوق الرعاية وصونها وصون كراماتهم بالتوازي مع العلاقات الطيبة والشقيقة التي تجمع البلدين العراق ولبنان حصلت الموافقة على إدراج هذه المقترحات ضمن آلية رسمية توقع من أعلى المستويات في البلدين وسنبقى إن شاء الله في اليومين القادمين في بيروت لإعداد هذا البروتوكول الذي سيوقع بين الطرفين لتكون آلية معتمدة تنهي كافة المشاكل التي حصلت سابقا وستكون عملية معادلة الشهادات عملية سهلة ولا تتطلب مراجعة الطالب إلى الوزارة مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر الذي مثل الوزير المتواجد خارج البلاد أكد أن الحلول تتظاهر الأسبوع المقبل ضمن الإمكانات والقوانين اللقاء كان جيد جداً صار في طرح لحلول إن شاء الله بتتظهر الأسبوع المقبل فور عودة الوزير وطلاب العراق هم أبناء لبنان ومثل أبناء لبنان ونحرص على أحسن العلاقة اللي رح يتحضر رح يكون ضمن الإمكانات وضمن القوانين وضمن ما تتحمله وزارة التربية بهذا الظرف الحالي هذا إشارة إلى أن هذا اللقاء كان سبقه اتصال بين وزير التعليم العراقي نعيم العبوتي والرئيس ميقاتي تم التشديد من خلاله على تعطيط مجالات التعاون العلمي وتمكن الطلب العراقيين من تحقيق المتطلبات الدراسة الأصولية على وفق السياقات القانونية والأكاديمية الثابتة لدى المؤسسات الرسمية من بيروت بعياد قناة الرابعة